بعد محاولات استمرت لأكثر من ساعتين، نجح فريق إنقاذ في تحرير حوت سقط في شباك لصيد القروش قبال تساحل ولاية كوينزلاند في أستراليا، وأظهرت لقطات صورت من الجو فريق المنقذين التابعة لمؤسسة سي ويرلد للبحث والإنقاذ، وهم يحاولون تمزيق الشباك حتى تمكنوا من تحرير الحوت. وتقول مؤسسة سي ويرلد على موقعها الإلكتروني إنها لا تهدف للربح، وإنها تمول وتدعم المشاريع البحثية المستقلة المعنية بالحياة البحرية. كما تهتم بحماية الكائنات البحرية عبر مساهمات مباشرة تشمل تقديم الدعم اللوجستي من سفن ومعدات وأطقم عمل. وأضافت على الموقع أنها منذ نشأتها شارك فريقها في إنقاذ مئات من الدلافين والحيتان والكائنات الأخرى باستخدام أساليب ومعدات حديثة. ترجمة نانسي قنقر